أشرف الرئيس والمدير العام لسونتراك توفيق حكار على الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى مديري مؤسسات التقوين في مجال البترول والغاز في طبعته الأولى لدول أعضاء في المنظمة الإفريقية المنتجة للبترول والذي احتضنه المعهد الجزائري للبترول التابع لسونتراك بوليد سكيكدا يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين جوان الفين وثلاثة وعشرين كما يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الخاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتطوير الكفاءات واجدر التذكير أن التنظيم الخاص بالفعاليات الخاصة بهذا المنتدى جاء بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها أمانة المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول على مستوى معاهد التكوين والبحث التابع لبعض الدول الأعضاء والتي وقع خلالها اختيار المعهد الجزائري للبترول نظر دوره المحواري ومحصلة للتجارب والخبرات التي اكتسبها في مجال التكوين وتطوير الكفاءات على مستوى القارة الإفريقية والبلدان الأخرى